لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة شركة بريتش بيتريليوم تعلن استثمار ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي بمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة وزارة العمل تنظم ملتقى توظيفي لتوفير عشرة ألاف فرصة عمل في ثلاث وسبعين منشأة صناعية للشباب التاسعة بتوقيت جرينيتش الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من دي ام سي أهلا بكم أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أربعين حزبا سياسيا تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية ونظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثل وقيادات أربعين حزبا سياسيا أعضاء التحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة كما ثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطا ثابتة لاستمرار تلك النهضة أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أن الحزب بكافة نوابه وقياداته وأعضائه أكدوا دعمهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ثقة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين أضف النائب تيسير مطر رئيس الحزب أن قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب الاستفافة الوطني من أجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة بحث وزير البترول طارق الملة مع الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتريوم البريطانية بيرنار لوني خطط الشركة لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة وأكد الملان أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركائها في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة في مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة قطاع البترول والغاز بصفة خاصة ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة مشيرا إلى اعتزام الشركة البريطانية حفر أربعة آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الجاري بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في اجتماع مع عدد من الشركات وممثل المراكز البحثية الألمانية في البناء فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص المصري وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحديات والمشكلات إلى فرص استثمارية وأشارت وزيرة البيئة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر لتنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسؤوليات وإشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال نظمت وزارة العمل يوم ملتقى توظيف لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل في ثلاث وسبعين منشأة صناعية لشباب محافظة القاهرة ووضحت الوزارة أن الشركات الخاصة المشاركة في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة والخدمات البيئية والأمن والدعاية والإعلان والخدمات المالية والتجارية والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار وصيانة وميكانيكا وكهرباء وكذلك محاسبين واستشارين وأخصائي سلامة وجودة وتمويل وحصر هندسي ومشتريات وتمريض وغيرها من التخصصات للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل سيد عبدالوهاب أهلا ومرحبا بك على شاشة ديمسي أهلا بك يا فان سيد عبدالوهاب أهمية هذا الملتقى وما يوفره من فرص عمل لشباب في مختلف المجالات في الحقيقة وهل هي بداية لملتقيات قادمة قد تتيح فرص عمل في مواهب وقطاعات مختلفة عما يقدم هذا الملتقى؟ طبعا يا فاندم هذا الملتقى ويأتي في إطار خصف الدولة المصرية بشكل عام للحد من البطالة طبعا دي توجهات مباشرة ومستمرة من فخامة الرئيس عبدالوهاب السيسي ولكن أن تعلم أن نسبة البطالة على سبيل المثال انخفضت من 13% عام 2014 إلى 7% الآن يعني بفضل المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة وبفضل التعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص عن طريق هذه الملتقيات وهذه الملتقيات يعني ليست شيئا جديدا ولكن طبعا في ملتقيات مستمرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والمنطقة اليوم طبعا هذا الملتقى بينعقد تحت رعاية معالي وزارة العمل حسن شحاتة وسيادة المحافظ القائرة وهذا الملتقى طبعا تشارك فيه ما يقرب من 80 شركة قطاع خاص في مجموعات جدا لحضرتك بكرتها في بداية الخبر وأيضا بيوفر ما يقرب من 10.005 فرص عمل منهم يعني مجموعة فرص عمل لزاوي الهمم في إطار يعني خطة الدولة لدمج زاوي الهمم في سوق العمل تنفيذة لتوجهات الرئيس وطبعا يعني الشيء المتميز في هذه الملتقيات أو في هذا الملتقيات اللي شاهدناه اليوم طبعا يعني متابعة معالي وزارة العمل وتأكيده في اللقاءات مع الشركات ومع الشباب المتواجد في هذا الملتقى تأكيده على أنه بيتابع بنفسه يعني ذكر أنه بيحصل على نسخة من هذه العقود وأتماء الشركات ويتابع بنفسه يعني هذه الفرص حيث أن يعني دور الوزارة يعني لا ينتهي عند افتتاح هذا الملتقي وهناك المتابعة يعني شيء مهم جدا وهناك حرص على تطبيق القانون خاصة يعني ما يخص الحد الأدنى للأجور نعم نتحدث هنا عن عدد كبير من فرص العمل عشرة ألاف فرصة عمل في تخصصات مختلفة مدى الإقبال الذي بالتأكيد درستموه من الشباب على هذه الوظائف المختلفة في التخصصات المختلفة أستاذ عبدالعهاد نعم هناك يعني في كافة البيانات الرسمية الخاصة بالوزارة دائما أنها بنحث الشباب على العمل الحر وعلى المشاركة في يعني الاستفادة من كل الخدمات اللي بتقدمها الدولة المصرية ووزارة العمل بشكل خاص من مراكز تدريب لتأهيل الشباب على سوق العمل طبعا في يعني دور كبير جدا بتلعبه الوزارة يعني من كافة الأليات أو الأدوات الخاصة بيها وأزرعتها في المحافظات اللي هي المدريات العمل يعني طبعا هناك يعني دايما مخاطبة ومناشدة وتواصل مع الشباب من خلال الشركاء الاجتماعيين في كل المحافظات بحيث حدثهم على الاستفادة من مراكز تدريب المهنة عندنا 75 مركز تدريب مهنة ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية بتعمل جمعوها في نطاق مبادرة حياة كريمة الهدف منها تأهيل الشباب لسوق العمل فطبعا يعني خطة الوزارة مستمرة وطبعا لو نتذكر يعني توصيط فقامة الرئيس عفاة الساعة الساعة في التعيد العمال بإطلاق حملات قومية وإعلامية لحث الشباب على الإعلاء من قيمة العمل وأيضا العمل الحر والمشروعات الصغيرة فطبعا ده بنلمسه دلوقتي من خلال هذا المنطقة هناك إقبال كبير يعني طبعا الصور يعني لو حضرتك يعني فيه عرض لا أو إن شاء الله خلال دقائق فنقوم بتوزيع البيان الصحفي ومرخط ماهو العديد من الصور حنجد طبعا يعني إقبال كبير جدا بجانب طبعا أن فيه مجموعة كبيرة جدا من الشباب يعني دخلت على الصفحة الرسمية لوزارة العمل وقامت بتسجيل بياناتها وبيتتواصل مع الشركات اللي هي يعني أعلنت عن توافق فرص عملتها بشكل يعني مباشر نعم سؤال أخير وأرجو إجابة سريعة هل الشباب حديثي التخرج لهم نسبة كبيرة في هذه الفرص أم أن أصحاب الخبرات مطلوبين بشكل أكبر تفضل أصلاحكم جميع الشباب من جميع الخبرات والتخصصات وطبعا لأن فيه هنا بعض التخصصات الدعاية والإعلان والأمور الخاصة بالحاسب الآلي فطبعا يعني معظم الشباب المصري دلوقتي بدي خبرة يعني حديث التخرج في هذا الملف يعني على جميع الشباب الراغب في العمل أن يدفع اللوقع الرسمي للوزارة نعم متاح لكل الخبرات سواء من كان حديث التخرج أو صاحب خبرات شكرا جزيلا عبدالوهاب خضرة المتحدث باسم وزارة العمل كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وجه وزير العمل حسن شحاتا مسؤول الاتصال النقابي العملي بمدريات العمل بالمحافظات بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الانتاجية وخلال لقائه مع ممثل إدارات شؤون النقابات بالمدريات أكد وزير العمل على ضرورة تفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العملية وحماية حق التنظيم النقابي وعقد لقاء شهري مع ممثل إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمدريات كما أكد وزير العمل على مبادئ الحريات النقابية وتيسير التوسع في إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العملية بما يكفله الدستور والمعايير الوطنية والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير تابع وزير الري الدكتور هاني سويلم الترتبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمعي عقده تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستذامة وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار وزير الرئيس إلى تلقي طلبات من خمسين منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه موضحا أنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه والتي تشتمل على كافة الفعاليات للتيسير على المنظمين والمشاركين وأضف أنه تم قابول ستة وستين بحثا بمعرفة اللجنة العلمية حيث بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية ستة وخمسين مشاركا من اثنتين عشرة دولة يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علوم امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي في مادة الأحياء كما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكة ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات الكيمياء والفيزياء ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية قالت وزارة التعليم العالي ان قطاع التعليم العالي شهد تطورا كبيرا لاستيعاب الزيادة في اعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات موضحة انه في عام الفين واربعة عشر كان هناك مليونين وثلاثمائة الف طالب يدرسون بخمسين جامعة على مستوى الجمهورية في حين اصبح هناك اكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف طالب يدرسون باثنتين وتسعين جامعة حاليا خلال السنوات العشر الماضية قطعت منظومة التعليم العالي شوطا كبيرا في مجال التطوير والتحديث لتكون قادرة على الوفاء بدورها واداء رسالتها الاكاديمية والمجتمعية وفقا لرؤية مصر الفين وثلاثين ونجحت جهود الدولة في مضاعفة عدد الجامعات من تسعين واربعين جامع عام الفين واربعة عشر الى اثنتين وتسعين جامعة عام الفين وثلاثة وعشرين كما شهدت الكليات بالجامعات الحكومية طفرة كبيرة وقفز عددها خلال العام الحالي الى اربعمائة وثلاثة واربعين كلية بدلا من ثلاثمائة وثمان وثلاثين كلية عام 2014 وأصبحت تضم 389 برنامجا جديدا بدلا من 118 برنامجا وجاء تدشين الجامعات الأهلية لاستعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتقدم برامج تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية في الوقت نفسه ومنذ تشغيلها جذبت الجامعات الأهلية الألاف من الطلاب بنسب إشغال لعدد من كلياتها تصل إلى 100% وهو الأمر الذي يوفر أماكن إضافية بالجامعات الحكومية لاستقبال طلاب آخرين في المقابل خاصة بعد إنشاء جامعة حكومية بكل محافظة وإطلاق الجامعات الأهلية لتعمل بمصروفات تغطي تكاليف التشغيل فقط دون استهداف لتحقيق ربح بما يحقق خيارا تعليميا جديدا لطلاب كمرحلة وسط بين الحكومي والخاص وقد جاء الانتشار الجغرافي للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية ليغطي كل أقاليم الجمهورية من خلال 12 جامعة وهي أسيوت الأهلية والمنصورة الأهلية وبني سويف الأهلية وحلوان الأهلية والزقازيق الأهلية وبنها الأهلية والإسماعيلية الجديدة الأهلية وجنوب الوادي الأهلية والمنوفية الأهلية والمينيا الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية والأسكندرية الأهلية ومع التخصصات الجديدة التي أضفتها الدولة للجامعات شهد إقبال الطلاب على اختيار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل وتوفر الجامعات التكنولوجية مصارا جديدا لخريج التعليم الفني والعام لدراسة تخصصات جديدة مثل الميكاترونيكس وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية إضافة إلى تكنولوجيا الميكانيكا والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وعلوم البيانات إلى جانب تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة وجاء الانتشار الجغرافي للجامعات التكنولوجية ليغطي كل أقاليم الجمهورية من خلال عشر جامعات وهي القاهرة الجديدة التكنولوجية وبنسويف التكنولوجية والدلتة التكنولوجية والسادس من أكتوبر التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجية وشرق بورسعيد التكنولوجية وطيبة التكنولوجية وأصيوط الجديدة التكنولوجية وسمنود التكنولوجية ومصر الدولية التكنولوجية جهود التطوير في قطاع التعليم العالي انعكست بالإيجاب على تحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية في العديد من التصنيفات العالمية الأخرى كما أظهرت المؤشرات تحسن ترتيب مصر على مستوى العالم في البحث العلمي من المرتبة 37 إلى المرتبة 24 حاليا بعد مضعفة جهود النشر الدولي للأبحاث المصرية في الجامعات العالمية الكبرى من 15 ألف بحث عام 2014 إلى أكثر من 37 ألف بحث حاليا تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى الذي استمر طوال موسم الصيف أضم الكثير من الفعاليات الرياضية والفنية وعروض الأزياء المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من مدينة العالمين مراسل دي ام سي محمد سعد محمد بعد التحية ننتظر هذه الدقائق لنتنفس هواء ونسيم العالمين ونمتع أيضا أبصارنا بهذه المناظر الخلابة ضعنا في الأجواء محمد تحياتي لك زميل العزيز هيسم السعودي وتحياتي لكل السادة المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة ما زلنا بنتابع فعاليات مهرجان العالمين العالم عالمين واللي يمكن كمان يهايسا المفاجآت بتاعة المهرجان مش هتخلص دلوقتي يمكن ان برح كنت معاك بالأمس واتكلمت أن آخر حفلة هتكون حفلة الفنان وجزة هتكون واحد ستتمبر ولكن منذ ساعات قليلة أعلنت شركة تذكرتي على موقعها أن في حفلات جديدة في مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة وهي طبعا حفلة يوم 31 أغسطس ودي حفلة الفنان عمر كمال وأبو وفرقة السواريخ ودي طبعا فرق بتقدم مهرجانات شعبية وطبعا الفنان أبو برضو لي جمهوره بشكل كبير موجود يعني في مصر بشكل كبير جدا وكمان في الدول العربية والفنان كمان عمر كمال عندنا كمان يوم 1 سبتمبر حفلة ويكز طبعا اللي احنا أعلننا عليها بالأمس دي هتكون 1 سبتمبر الحفلة بقى جديدة هيسة طبعا حفلة شار موفرز دي هتكون يوم 2 سبتمبر ودي بقى الحفلة اللي كمان لسه شركة تذكرتي أعلنت عليها منذ ساعات قليلة على موقع تذكرتي دلوقتي أي حد عاوز يجي يحضر حفلات دي يقدر يدخل على الموقع تذكرتي ويحجز حفلات اللي هتكون موجودة طبعا في مهرجان العالمين وهتكون دي أعتقد يعني ختام المهرجان يبقى حفلة عمر كمال وحفلة أبو هتكون 31 حفلة ويكز 1 سبتمبر حفلة شار موفرز دي هتكون طبعا 2 سبتمبر ودي أعتقد طبعا هيكون الكل متوقع هيكون فيه إقبال جماهير كبير جدا على الحفلات دي هتكون طبعا إن شاء الله خلال الأيام جاية منطقة قرينا العالمين بالأمس عيسان بدأت تستعد بشكل كبير جدا لقامة هذه الحفلات طبعا بدأت الاستعدادات للساوند سيستم والإضاءة وكل حاجة موجودة في منطقة العالمين عشان طبعا الاستعدادات للحفلات الكتير دي طبعا الأسبوع اللي جاي أو الأيام اللي جاي هتكون هنشهد طبعا إقبال جماهيري كبير طبعا من كل المحافظات المصرية دي غير الإقبال الجماهيري الموجود هنا في مدينة العالمين الجديدة يمكن المهرجان خلاص أوشق على انتهاء يا هيسم ولكن لسا المصيفين بييجوا على مدينة العالمين الجديدة مدينة السحر والجمال عشان يستمتعوا طبعا بالمشهد الرأى ده زي بنا أحمد سعيدة نحاول كده نمتع السادة المشاهدين بالمياه الفيروزية الجميلة يا هيسم وكمان عشان كبير إن شاء الله ننتظرك يا هيسم والزملاء في الكنترول يجوا بالعالمين الجديدة عشان يستمتعوا بهذا المشهد الرأى والمياه الفيروزية الجميلة اللي الكل بيتكلم عليه بيقول مدينة العالمين الجديدة هي فعلا ملضيف مصر الجديدة هنتابع معاك إن شاء الله كل الفعليات الحافلات اللي جاية بإذن الله لحظة بلحظة هنكون معكم يا هيسم صحيح بداية أشكرك على هذا الاستعراض لهذه المياه الرائعة وهذا التلاطم للأمواج الساحر ولكن دعني أذكر لك شيء أكثر ما يشغلني في أي مهرجان وأكثر ما يشرفني في مهرجان العالمين هو التنظيم والترتيب والدقة في التفاصيل حدثني عن هذا التنظيم المختلف لعدد كبير من الفعاليات في نفس التوقيت رياضية فنية عروض أزياء ثقافية كل هذه الفعاليات في نفس التوقيت حدثني يا محمد عن التنظيم يمكن هيسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنظيم هاي لمهرجان العالم عالمين مش شهادتنا احنا بس بقول كل الناس المتواجدين في مدينة العالمين الجديدة كل الناس الأشقاء من دولة السعودية الأشقاء من دولة الكويت الأشقاء من دولة الأمراض عدد كبير جدا من الجنسيات العربية جات عشان تحضر مهرجان على سبيل المثال يا هيسم المهرجان كان يقام في مناطق مختلفة منطقة النورس سكوير منطقة أرينا العالمين الممشى السياحي كل مكان مختص بنفسه وكل حاجة منظمة مسرح الشارع كان بيقدم فقرات فنية في نفس الوقت اللي كان بيقدم مسرح الشارع فقرات فنية كان منطقة أرينا العالمين بتقدم فقرات فنية وعروض طرفهية في نفس الوقت كمان كان فيه عرض للأزياء كل حاجة كانت منظمة بشكل هايل جدا حتى على سبيل المثال آخر حفلة هيسم كان حفلة كاريوكي كان فيه ازدحام كبير جدا من الجمهور إقبال غير مسبوخ على حفلة كاريوكي وفي نفس الوقت كان فيه تنظيم هايل للجمهور خروج الجمهور دخول الجمهور الجمهور كان بيدخل بداية من الساعة 6 لحد 11 بليل حفلة بدأت 11 فكان تنظيم هايل جدا الكل طبعا يعني كلنا فخورين بهذا التنظيم الرائع لمهرجان العالم عالمين عشان كده كل الناس حتى المتواجدين والناس المقيمين في مدينة العالمين الجديدة قالوا مهرجان العالمين عمل صوت بشكل كبير جدا لمدينة العالمين الجديدة يعني يمكن الناس قالوا كده حطاه على المدن السياحية العالمية كل الناس دلوقتي بات خلاص عارفة منتظرة مهرجان العالمين حتى الناس دلوقتي الموجودين هنا منتظرين مهرجان العالمين النسخة الجديدة ان شاء الله بإذن الله السنة القادمة ان شاء الله رب العمين يمكن تنظيم كان رائع ونتابع معكم ان شاء الله خلال الأيام الجاية كل الحفلات القادمة من مهرجان العالم عالمين عودة لك يا عيسى نعم الزميل محمد سعد مراسل ديمسي شكرا لك لما قدمته لنا من متعة في هذه المدينة الساحرة والشكر أيضا موصول لكل سادة المشاهدين على المتابعة في هذه النشرة إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة